يعني انتو مش شايفين الحمار مدهولها خالص فتلتاشوا في الشعب خلصت الحملة على كده لا خلصت ازاي لازم بقى صوت ثالث بقى يعني اعلام ومسؤولين في الحكومة وبعدين الصوت الثالث صوت الدين فطلع مغبر امن الوطني مختار جمعة طلع بقرار لو زعي ناجع ان خطبة الجمعة الجاية تكون حول تقطيم البني ادمين وسد نفسهم عن الخلفة الكتيرة خطبة الجمعة الجاية القادمة بعنوان الصحة الانجابية يا دو انت ما عندكش حاجة خلاص خلصت المواضيع فلستو تبقفلوها لو الجمعة فلست خطب ومواضيع اقفلوا المساجد خطبة الجمعة الجاية عن الزيادة السكانية يا معلم دي حاملة بقى ما هو انت تشطر يا خليفة عن نعجة ضعيفة الشعب لطش في اللي جابوه وقوله الزيادة السكانية ومناسبة بقى ان المساجد كلها بتاعة مصر هتتكلم يوم الجمعة عن الزيادة السكانية اخبار الكنيسة ايه اخبار مدارس بالزيادة السكانية الاخوة الاخباط ملتزمين بالزيادة السكانية مش برضو دول شركاء الوطن مش برضو دول مواطنين ان ما هو بس المساجد اللي تتكلم عن الزيادة السكانية ثم مش تامر امين ده اللي قال ان اللي مش عاجبه البلد وقفه بتاع ياخد بصبور ويرحل افكرك بتامر امين فاللي فاكر بقى ان شوية معاناة اقتصادية ولا شوية رفع اسعار ولا الكهرباء لو قطعت في الصيف ولا القوطة لما غلية اسبوعين ولا البنية لما غلية عشر تيام ده عيشة ما تتعاش انا بقوله خد تصبورك انا بقوله هو اللي مش عاجبه لعيشة في البلد وشايف انه الحياة صعبة وقفه مش عارف عيش ياخد تصبوره ويورينا عرض كتافه وحدود مصر ما فيش اطول منها شرقية غربية شمالية غربية في حدود على البحر في كل حتة ينقلوا اكبر حد اكبر بحر ويغور فما دوري انت بلاش يا سيدي ما تسيبوا الناس تغور مسكين في الناس ليه ما لسه مطلعين قارات وتصريح امني ان اي مواطن تحت فيها عشان يخرج ياخد تصريح امني اهو حتى دي مش عارفين يخرجوا منها قرار مصري بمنها سفر القصر تحت 18 سقب مفردي الا بتصريح امني والكبير نفس القصر اوفي يا دتاب ومع ذلك تامر ما بيعتذرش للشعب ده زي ما اعتذر للستات الصعيدة يوم ما الصعيدة الدوله على دماغه ودماغ اللي خلفه افكرك بتامر يوم ما غلط في الستات الصعيدة ومسكول للصعيدة بص خلوه يطلع يعتذر من بيته تفضل فاكر الفيديو ده تامي للصعيدة جزمتكم فقراسي ومرات اخويا الصعيدية اهو انا بقولك حاجة غريبة جدا انت تشتم فقه في المجتمع تروح في داهية تشتم الصعيدة تروح في داهية تشتم السكندرانية تروح في داهية تشتم المسيحيين تروح في داهية تشتم مش عارف القضائيين تشتم المحامين يؤدوك في الاستجل بس تشتم الشعب كله محدش تكلمك ادي تامي الأمين لما اعتذر اقول الستات من بيت تفضل انا حابب ابدأ الفيديو اولا وقابل اي كلام في التفاصيل باعتدار واضح وصريح لا لابسة فيه لكل اهلنا في الصعيد وفي كل مكان في مصر اذا علانين مني انا لحكابر بس خلاص خلاص يا سيدي ساعتها بقى الصعيدة من سكوة قالوا الله يا تامر ننفضك علجة لكن لما تشتم الشعب لما شاتم تامر الشعب كله محدش تكلم تعال فكر كده تشتم المحامين في مصر قسم بالله ما تمشي في شارع اشتم القضاء دي بقى فيها وراء الشمس اشتم زباط الجيش او انتقادهم ده هتتعلق من رموشك انما تشتم الشعب كله عادي جدا لكن نرجع لموضوع الزيادة خانيا ناقش الموضوع بجدية شوية هل الزيادة السكانية في مصر فعلا مفزعة ما تيجي نشوف معدلات الزيادة في دول العالم زي ما رصدها البنك الدولي هتلاقي مصر بتقل جدا في معدل الموليد من السبعينات لغاية دلوقتي لكن الاهم ان نزمة الموليد لكل الف هو 23 ودي نزمة متوسطة جدا ومش نزمة عالية خالص زي دول تانية بتوصل فيها النزمة للاربعينات خانيا نشوف الجدول ده من البنك قادي البنك الدولي فوق معدل الموليد اجمالي لكل الف شخص واحد شعبة السكان التابعة للأم المتحدة التوقعات السكانية العامية اتنين شعبة السكانية الاخير يعني معدل اجمالي لكل الف شخص هتلاقي مصر الحقيقة بص مصر متوسط يعني الرقم بتاع مصر في القصة دي في البنك الدولي معدل الزيادة متوسطة متوسطة يعني مش كبيرة اهو جمهورية مصر العربية بص حد جاب سينت حاجة بص من سنة ستين المعدل نازل ازاي شايف المعدل ستين سبعين تمانين تسعين الفين الفين وعشر الفين شايف معدل الموليد في مصر نازل ازاي اتفرج يا سيدي لكل الف بينما دول تانية المعدل فيها عالي جدا وده فعلا اللي كلمت عنه الاخبار قبل كده عن تراجع معدل الموليد في مصر بس ما قالوش ان نسبة الموليد لعدل السكان كمان بتقل اليوم السابع اهو قادي اليوم السابع معدل الموليد في مصر يتراجع الى واحد وعشرين فاصل اثنين لكل الف نسمة في اثنين وعشرين ما قالوش بقى ان احنا مية وخمسة مليون المعدل ده بيتحسب على المية وخمسة مليون رصدت ده في تمنتاشر يوليو تلاتة وعشرين رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعباء والاحصاء تراجع معدل الموليد من ستة وعشر فاصل تمانية لكل الف نسمة سنة سبعتاشر الى واحد وعشرين فاصل اثنين لكل الف نسمة عام اثنين وعشرين بينما ارتفع معدل الوفيات من خمسة يان هارم تخيل بقى خمسة في المية كان من خمسة في المية فاصل سبعة لكل الف عام سبعتاشر الى سبعة جبتوا للناس الشلل جبتوا للناس النقطة ده حتى يا رجل بص ده حتى في يوليو تلاتة وعشرين مستشار وزير الصحة طلع ترف بانخفاض معدل الموليد الى نصف مليون مقارنة بعام 14 اتفضل شعب مية وخمسة مليون عايزوا يخلف ايه خمس عيالي شعب مية شعب اغلب سكانه الشريحة الاكبر فيه شباب عايز يعمل ايه بس قولنا تامر انت وابو نصف سلسان وزير الاواف قولونا يعمل ايه شعب شعب مية وخمسة مليون الفئة العمرية الاكبر فيه هاي الشباب من حوالي 16 او 15 ل 35 ده يعمل ايه مية وخمسة مليون لكن لو عايز الحقيقة روح لتقرير البي بي سي في سبتمبر اللي فات على طول اللي قالك ان حجة الزيادة السكانية في الحكومة المصرية يعني عملة تنضغها كده يعني زي اللي بانا كده وانها مش حقيقة وان الازمة الاقتصادية في مصر سبابها مش الزيادة يا تامر يالي شبه بيدة شم النسين الازمة سبابها سوء الادارة مش انا اللي قلت ده البي بي سي يوليو الزيادة السكانية في مصر هل تتحمل وحدها مسئولية الازمات الاقتصادية وفي المقابل يرى اخروننا الازمة الاقتصادية الطحنة التي ليست وليدة اللحظة ولا يمكن اختزالها في خصوبة المصريين بل هي مرتبطة بالاساس بسوء ادارة موارد الدولة البشرية والطبيعة والاقتصادية وعدم استثمار الاراضي الشاسعة حيث تعيش اكتر من مئة مليون على نسبة ضئيلة لا تتجاوز 7% من ساحة الدولة وزي ما بتقول البي بي سي لو قارننا بين مصر ودول تانية عدد سكانها اكتر منها بس فيها ادارة كويسة شوية هتلاقي الارقام تعاري الادارة الفشلة عندنا شوف الجراف ده كده اتفضل العدد ولا الادارة السكان والتنمية البلد اليابان عدد السكان 125 مليون الناتج الاجمالي المحلي 5 تريليونات الموارد صفر ده اليابان كلها مجموعة جزر جزر البرازيل عدد السكان 217 الناتج الاجمالي المحلي 4 تريليونات برضو بلد غنية بالموارد مصر 109 مليون الناتج المحلي تفضل اقرأ بيه ده يتقرئي بقى بلد غنية بالموارد يعني انت ازا استمصر بالبرازيل احنا صفر ازا استمصر باليابان اللي هي صفر موارد صفر عايزت اعرفي تاني مش كفاية بقى